في الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه ازاي ننشئ قناع على اليوتيوب بهدف الربح منها وقبل ما اتكلم في اي تفاصيل لازم تكون عارف ان دخولك المجال ده هو عبارة عن رحلة للوصول الى المال او الشغرة فلازم الاول عشان تقدر تعمل فلوس او شغرة من المجال ده لازم تعرف معلومات كتير عالة زي ايه مثلا ايه الادوات اللي تقدر تستخدمها في المجال ده من برامج منتاج وتحسين جود الصوت والتعديل على الصور وغيرها من الادوات وطبعا لازم يكون عندك محتوى تقدر تقدمه للجمهور سواء كان احتياجك من المجال ده شغرة او مال او حتى تسلية والمحتوى مثلا اللي تقدر تقدمه في المجال ده كورة فن دين سيازة صفافة اي محتوى المهم يكون حصر ليك لان ما حدش على المجال ده يقدر ياخد حاجة حد الا اذا الحد ده سمح بكده دي كانت بعض المعلومات البسيطة عن المجال ده ولسه بيده وصلت كتير قوي هنحكيها مع بعض في الحقات الجاية عشان وقت الفيديو ما يبقاش كبير وطبعا نصدقوا عارفين اي حد يبسألني في التعليقات برد عليه فيريد ما تبخلش عليك بالفيديو وتعمل اشتراك بالقناة ويلا بدنا نبدأ قناة اي تيك دليلك بكل ما يتعلق بالتقنية لا تكن ضيفا على القناة كن جزءا من العائلة اضغط على زر الاشتراك وشارك الفيديو لتعمل فائدة اول حاجة هنفتح المتصفح ونتأكد اننا عاملين تسجيل دخول بالاميل بتاعنا على الجيميل وطبعا ما فيش حد فينا ما عندوش حساب على الجيميل اغلطنا طبعا يكون عندو حساب على الجيميل فبعد ما تتأكد انك عامل تسجيل الدخول بتيجي هنا في مربع البحس وتكتب بالعربي او بالانجليز زي ما انت عاوز بعد كده بتروح على موقع اد موب اللي هو اول موقع ده بعد كده بتعمل حاجة اسمها اشتراك وموقع اد موب ده ده الموقع اللي هو بتاع اعلانات جوجل اللي هو بيحط لي الاعلانات على قناتي على اليوتيوب وهو اللي بيجيب لك الارباح بتاعة اليوتيوب بعدنا بنختار الايميل بتاعنا تأكد طبعا ان الايميل بتاعنا هو الايميل اللي هنعمل بيه اشتراك على موقع اد موب يعني لو هنا جالك اكتر من ايميل اتأكد انك بتختار الايميل الاساسي. بعد كده بتختار الايميل. بيبدأ بقى يدخلك على ادموب عشان نبدأ ان احنا نعمل عملية اشتراك في ادموب. هنا اول حاجة بيجيب لك الاستفادة بشكل افضل من ادموب. هنا اه جاب لي خيارين. الخيار الاول نعم اريد تلقي مساعدة مخصصة واقتراحات عن الاداء. والاختيار التاني بيقول لا لا اريد مساعدة مخصصة واقتراحات عن الاداء. اختار اللي انت حبه. ولكني افضل انك تختار اول اختيار. ولكن لو اختارت الاختيار تاني مفيش اي مشكلة. طيب الحاجة التانية هنختار البلد اللي انت منها. انت من مصر هتعمل مصر من السعودية هتعمل السعودية. اي بلد اه البلد اللي انت منها هتكتبها هنا. هنختار مسلا انا بلدي مصر اختار مصر. بعد كده بنزل تحت هنا بوافق على الشروط بتاعة بعد كده بادوس هنا على بدء استخدام الخطوة اللي بعد كده هندخل رقم التليفون بتاعنا ولازم طبعا رقم التليفون يكون موجود معنا دلوقتي عشان هتجيلنا كود برسالة لازم الرسالة دي ندخلها عشان عملية تتحقق مش افضل. بعد ما مدخل رقم التليفون هنا. بندوس هنا على ارسال رسالة نصية او بنعلم على ارسال رسالة نصية. بعد كده بندوس هنا على ارسال. زي ما احنا شايفين جايب لنا الكود ده جلنا على الموبايل. هندخل الكود اللي جلنا على الموبايل في المكان ده. ويه بعد كده هندوس على ارسال. ثم نضغط على ارسال ثم نضغط على ارسال ثم ننتقل على الدفعات ثم نسجل البيانات مثل الاسم والعنوان ورقم التليفون وكل البيانات ثم نضغط على اضافة حساب للدفعات تمام لغاية كده احنا ماشيين زي الفل هنيجي هنا عنده معلومات العميل نوع الحساب هنا بنختار نوع الحساب فردي عندك طبعا فردي وهي عندك مؤسسة اغلبنا طبعا بيكون فردي مؤسسة دي اللي هي يعني تكون مثلا عندك شركة وموظفين وسجل تجاري وكل الكلام ده فاحنا اغلبنا بيكون الحساب بتاعه فردي فهنختار فردي بعد كده بنختار الاسم الاسم بنعمله زي ما هو مكتوب في البطاقة بتاعتك او الباسبور بتاعك ولو الاسم بالعربي هتكتبه بالعربي ولو الاسم بالانجليزي هتكتبه بالانجليزي يعني مثلا احنا عندنا في مصر الاسم اللي مكتوب في البطاقة بيكون مكتوب باللغة العربية فهتكتب الاسم زي ما هو مكتوب باللغة العربية اخواتنا بقى اللي في المغرب او الجزائر لو مسلا الاسم بتاعهم في البطاقة بتاعتهم مكتوب باللغة الانجليزية هيكتبوا الاسم زي ما هو مكتوب في البطاقة بالضبط يعني هنا هنكتب الاسم كما هو مكتوب في البطاقة او البطاقة طيب بعد كده بنروح على العنوان عندنا العنوان سطر العنوان الاولاني وسطر العنوان التاني بنكتب بقى في سطر العنوان الاولاني بنكتب البلد اللي انت منها بعد كده بنعمل مسافة وشرطة بعد كده بنكتب المحافظة مسافة شرطة وبعد كده بتكتب المركز يعني ايه يعني مسلا انا من مصر بتكتب البلد بتاعتك مصر انا من محافظة القاهرة فبتكتب محافظة القاهرة بعد كده المركز مثلا بتكتب انت لو من الحلمية بتكتب من حلمية الزتوم بتكتب حلمية الزتوم من غمرة بتكتب غمرة من الجمالية بتكتب جمالية باب الشعرية بتكتب باب الشعرية من العباسية بتكتب العباسية بتكتب المركز اللي انت مان طيب ده كان سطر العنوان الى اولاني بعد كده هنروح على سطر العنوان التالي سطر العنوان التالي ده بنكتب فيه بقية العنوان بالكامل زي اسم الشارع مثلا اسم الشارع ورقم العمارة. وبعد كده بتعمل فصلة وبتكتب هنا رقم التليفون. وليه هنا بكتب رقم التليفون عشان الشخص اللي بيجيب لنا الجواب بتاع جوجل اه اه اد موك اه لو مسلا معرفش يوصل العنوان ممكن يكلمك على رقم التليفون عشان يعرف ان هو يتواصل معك. طيب خلاص بعد كده بنيجي بقى عند المدينة. والمدينة هنا مقصود بها المركز بتاعك. المركز مسلا بتاعك مسلا الحلمية. انا عندي مسلا الحلمية هكتب مركز الحلمية. تمام? بعد كده هنيجي هنا عند المقاطعة. لما ندوس على كلمة المقاطعة بنلاقي اني مبيش اي حاجة خالص زهرت لي كده. طيب هعمل ايه? هدوس في اي مكان في الصفحة وليكن مسلا المكان ده. بعد كده هرجع هدوس تاني على المقاطعة. هلاقي زهر لي كل المحافظات. انا مسلا من اه محافظة القاهرة. فهدور على القاهرة. وهكتب القاهرة. واختار القاهرة. ادي القاهرة. بعد كده الرمز البريدي. والرمز البريدي ده بيكون حسب مكتب او اقرب مكتب بريد للمنطقة اللي انت فيها. يعني مسلا انت مسلا موجود في حلمية الزتون. فهتيجي هنا على جوجل. هتروح على جوجل وتكتب الرقم البريدي لحلمية مثلا الزتون. الرقم البريدي حلمية الزتون. وهدوس على انتر. هيطلع لك الرقم البريدي بتاع حلمية الزتون. بتاخده قبي او نسخ. وبتروح هنا تعمله لصق زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده اخر حاجة رقم الهاتف ومكتوب جنبها اختياري. يعني لو عاوز تحط رقم الهاتف حطه. ولو مش عاوز تحط رقم الهاتف ما فيش اي مشكلة. ولكن اولواني طبعا بفضل انك تحط رقم الموبايل بتاعك. وبعد ما تحط رقم الموبايل بتاعك. بتدوس هنا على ارسال طبعا بعد ما تختار البلد اللي انت منها. انا من مصر فاختار مصر اللي هو كود المحافظة بتاعتي اه زيرو اتنين. بعد ما بتكتب رقم التليفون بتدوس بعد كده هنا على ارسال. وبتنتظر من حد اربعة وعشرين ساعة وبتجي لك ارسالة على البريد الالكتروني بتاعك بتفعيل حسابك على اد موب. فبكده ان اد موب يقدر ان هو يحط لك الاعلانات على القناة بتاعتك على اليوتيوب. وبتبدأ بعد ما بتفعل حساب بتاعك على اليوتيوب اللي هو تبقى عندك الف مشترك واربع تلاف ساعة ومشاهدة. بتبدأ بعد كده انك تحصل على الارباح من اد موب. ولما بتجي لك الرسالة دي على الايميل خلاص كده انت مش بتعمل اي حاجة تاني وبتبدأ تشتغل بقى وتلني ارباح بتاعتك وربنا يوفقك ان شاء الله بكل الخير. وبس كده خلصنا حلقتنا النهاردة. باتماني الفيديو بتاع النهاردة يكون عليكم. ياريت ما يسوش اعملوا لك في الفيديو وتعملوا اشتراك في القناة. ولو اي حد عنده اي سؤال مهما كان يسوفه. تعالى ان شاء الله ورداري فاربا. كان معكم محمد ساعد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة اي تيك دليلك بكل ما يتعلق بالتقنية. لا تكن ضيفا على القناة كن جزءا من العائلة. اضغط على زر الاشتراك وشارك الفيديو لتعمل الفائدة. اشتركوا في القناة